وصل طلبة الصف الثاني عشر إلى نهاية امتحانات الفترة الدراسية الأولى بعد عملية اختبارية سارت بشكل سلس وأيضا منظمة وفق الخطة التي أعدتها وزارة التربية مسؤولو الوزارة قاموا بجولات تفقدية للوقوف على سير الاختبارات والتأكد كذلك من تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة جولات تفقدية لمسؤولي وزارة التربية يقومون بها بشكل دائم للاطلاع على سير امتحانات الثانوية العامة وذلك للتأكد دائما والتأكد من توفير كافة المتطلبات والاحتياجات للطلبة لأداء اختباراتهم بالشكل المثالي ما شاء الله أريحية في الاختبارات باللجان أعداد اللجان المتابعة المستمرة من قبل المنطقة التعليمية مدراء المناطق التعليمية التعليمات كلها منفذة أجواء مريحة ونحن دائما نقول الاختبار المريح هذا باين من السلام الطالبة للورق إلى حلها الأسئلة وهذا شفناه واضح جدا منه لله الحمد وزارة التربية تقوم بأدوارها بشكل جيد في لجان سير الامتحانات رؤساء اللجان يقومون بأدوارهم بشكل ممتاز الأمور كلها إن شاء الله تصير وفق ما هو مرسوم له جميع اللجان الامتحانية تحرص على توفير الهدوء وتهيئة الأجواء المناسبة للطلبة وخاصة التركيز على الجانب النفسي ليصوغ الطالب أجوبته بكل ثقة ويحصل على الدرجة التي يستحقها تمتهيت الأجواء المناسبة المكان المريح الاختبار المريح جدا جدا الأجواء مناسبة لأداء الاختبارات ما فيه إزعاج ما فيه توتر دائما الابتسامة نستقبلهم بالابتسامة نحاول نهديهم الحمد لله الامتحانات صارت على أكمل وجه ولله الحمد إذن الاختبارات وصلت لفصلها الأخير وبمجرد انتهاء عمليات التصحيح ستعلن النتائج في القريب العاجل تتويجا لجهود الطلبة وجهود وزارة التربية في الفصل الدراسي الأول ديمة دحدالتلفزيون دولة الكويت